السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الضواهر اللغوية تحديدا المكوين الإملاء هذه الحصة تندرج دمن الأسبوع الأول من الوحدة الخامسة مجال الماء والحياة المرجع المفيد في اللغة العربية للمجتوى الثالث إذن نبدأ على بركتي الله هذا هو درس اليوم تنوين الأسماء المقصورة تنوين الأسماء المقصورة أقرأ شرب الفتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج إذن شرب الفتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج إذن هذه أسماء مقصورة غير منونة ما هو الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف لازمة بألف لازمة سواء كانت مقصورة أو ممدودة مثلا مقصورة مثل الفتى ممدودة مثل رضا عصى إذن شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج إذن شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج إذن نفس الأسماء اللي في الجملة الأولى أصبحت منونة في الجملة الثانية وراحض الفتا فتن المستشفى مستشفى الفتا فتن المستشفى مستشفى هذا اسم مقصور غير منون الفتا هذا اسم مقصور منون فتن إذن نزيل الألف واللام ونضيف تنوين الفتحتين أطبق أنقل على اللوحة وأكتب التنوين بالأحمر بالأحمر إذن رافقت الغيمة فتن عندما زارت قرى في العطلة إذن رافقت الغيمة فتن اسم مقصور فتن عندما زارت قرى في العطلة أضيف التنوين إلى كل كلمة مثل الهدى المرعى مرعن المرمى مرمن المصطفى مصطفى مصطفى العصى عصن نحول الإسم المقصور غير منون إلى إسم منون إذن حرس الحارس المرمى إذن سنحول إذن حرس الحارس مرمن إذن حرس الحارس مرمن رأيت الأفعى تدخل المرعى إذن سنحول الإسم المقصور لدينا هنا في هذه الجملة إسمين مقصورين إذن رأيت أفعن تدخل مرعن رأيت أفعن تدخل مرعن ينظف الكنّاس المجرى من الأزبال إذن الإسم مقصور والمجرى ينظف ينظف الكنّاس مجرى من الأزبال إذن ينظف الكنّاس مجرى من الأزبال إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موئيدا في ديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة